ليست تلالا طبيعية وإنما تلال من النفايات جمعتها الآليات الحكومية بهدف التقليل من أضرارها على مقربة من المنازل في منطقة الصالحية بشكل خاص ومدينة ناصرية والمحافظة بشكل عام باتت تلال النفايات معلما نتيجة تراكمها لفترات طويلة وباتت آثارها السلبية وخاصة على الصحة كابوسا يقض مضاجع الأهالي أفتر على كل الساحة دائر ما دائر الساحة كلها النفايات كلها النفايات زين هاي أطفال هنا تلعب أطفال بالمدارس هذه الريحة إذا مطرحت أو يعني شي صير بالمنطقة هذه هاي الكلاب الليل كلها ما نام كلها نامت جمعة وبالرغم من مناشدات أهالي منطقة الصالحية التي طرقت كل الأبواب الحكومية لإيجاد حل لأزمة النفايات إلا أن أحدا لم يستجب لهذه المناشدات أنا خابرت مدير المتابعة اللي هو أبو حمزة وقال قلت لأدني ساحتين اللي هي ساحت أبو خالد وساحت مدرسة المناظرة وقال أصبر لي يومين وأكو بعض الإخوان أيضا هم تصلوا بي وقال بعد يومين وإحنا لحد الآن هتشوفون هاي يمنى روضة وهاي مننا مدرسة وهاي بيوت وباشر عقبة رح يصير مطر والمطر رح يصير طين السلطات الصحية والحكومية في ذيقار تعترف بحجم مأساة أهالي منطقة الصالحية والكثير من مناطق المحافظة كذلك تعترف بسوء الإدارة الحكومية لأزمة النفايات التي تتفاقم يوما بعد آخر معللة في الوقت نفسه الأزمة بالحجم الكبير للديون انتشار النفايات يساعد على انتشار العديد من الأمراض الانتشار النفايات يساعد على انتشار الحرشرات وبذلك تسهل عملية نقل الأمراض أغلب الدوائر تتحجج بعدم وجود الإمكانيات والمبالغ الكافية والآليات للقيام بمثل هذه الأعمال صراحة من خلال الآلية وعدم وضع برامج حقيقية لزيادة إرادات وواردات البلديات أدى إلى تفاقم هذه الديون على بلديات محافظة ذيقار مما أدى الانعكاس السلبي على ديمومة عمل آليات جمع النفايات وتحولت شوارع وساحات معظم محافظات العراق خلال السنوات الأخيرة إلى مساحات للتخلص العشوائي من النفايات نتيجة التقصير الحكومي الكبير في إيجاد حلول جدرية للأزمة التي باتت إحدى أزمات العراق الجديد ترجمة نانسي قنقر